حمودي هل فيه امكانية للتعاقد معه ولا خلاص تم صار في النظر حمودي انا بقى لي فترة ما كلمتوش بصراحة فبتمنيه له التوفيق بسمعنا ان هو مضى في الاهلي انا ما عرفش هو لسه كابتن ساكم معنا وقال ان هو لسه تحت المنظر كمان عالتليفون وقال ان هو لسه تحت المنظر او مازال فيه مفوضات جريحة لكن لسه ما تمش الانتهاء من المبارك لا حمودي لعيب كبير يعني مش محتاج يفكره فيه انا كنت اتمنى الناس تموارو قبل كده في الزمالك ما حاولتش تكلمه تاني؟ ما هو بيتفاوم مع الاهلي فما مش حايزة بقى عايفة اللي بستطفل ماي لايكرا مش حايزة بقى الشخص ده بتتدائم فكرة المساومات اللي بتحصل من بعض اللعيبة بين الاهلي والزمالك؟ اه بس هو مش من النوعية دي هو مش من النوعية دي من اللعيب اللي في الاهلي اللي نفسك يكون موجود في الزمالك؟ اه رومي عبي عليه السلام اكلمني النهاردة وقلت له هقولك كلمتين دول عليك فرومي اه دقنو يعني من اللعيبة الجايدين طبعا مم كامتن حسام غالي اه مؤمن لأ لا مؤمن لأ وآآ لا بارك طبعا يعني عصا هم كلهم صحابي يعني فا لكن اه لا انا بحب عبدالله السعيد اه انا عبدالله السعيد بشوفه من احسن اللعيبة في مصر شايف ان مؤمن بعد قصته ان عبدالله السعيد على فكرة كان جايت الزمالك لكن مش عارف اه اه هرب ولا هرب حاجة حصلت كده مش عارف ايلا حصل مؤمن بعد الموقف اللي من سنتين او ثلاث سنين مع نادي الزمالك شايف انه عادي ممكن ترجعه تتفاوضه مع مرة تانية؟ لا صعب 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 لكل الابناء النادي ممكن نشوف مصر المخضر منصور ليه برنامج على خلالات نادي الزمانك؟ لا برنامج ما اعتقدش يعني بس اكيد هيطلع في القناة يعني اه مش محتاج اكتر من يوم اه ساعة في الاسبوع اه وليام جيبور وليام جيبور كان من ضمن اللعيبة الافريقة الموشحين اه اه اصف في انا انا عايز الناس ما تبقاش دايما تقتصر على اللعيبة طب اه ليه فسرت المفاوضات مع وليام جيبور؟ لا هو بصراحة يعني ما اخدتش طريق جدي يعني هم هل كان في مغال؟ لان عنده اصلا نادي وعنده نادي تاني معارليه فقصة تبقى طويلة جدا هم